لاحظت أن فضلتك توقفت عند الأديان لا تقتنع بمصطلح الأديان لا إنما هو دين واحد رفيه مقارنة أديان الأديان السماوية إنما هو دين واحد أما سيدنا موسى وسيدنا عيسى هذه شرائع أما دين موسى الإسلام دين إبراهيم الإسلام دين عيسى الإسلام كل الأنبياء خذ الأدلة من كتاب ربنا ليس باجتهاد من أحد قال الله عز وجل حكاية عن نوح الله أكبر نوح وأمرت أن أكون من المسلمين الله إبراهيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين الله أحسنت مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا من السكن أتب علينا أنك أنت التواب رحيم يعقوب ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب الله يفتع عليه ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون مسلمون سيدنا أخوه هو إسرائيل نعم هو نبي الله إسرائيل سيدنا موسى كله سيدنا موسى أيوة قال الله حكاية عنه يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين مسلمين سليمان إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم الله ألا تعد علي وأتوني مسلمين الجن المؤمن وأن منه المسلمون ومنه القاصطون فمن أسلم فأولئك تحرر رشدا وأما القاصطون فكانوا لجهنم حطبة أما سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وحبيب الحق صلى الله عليه وسلم أنزل الله عليه قوله إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غيره الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخسرين إذن الدين عند الله واحد